من الرياض معي سيادة العقيد المتقاعد سعيد الديابي المحل العسكري والاستراتيجي أهلا بك معنا سيادة العقيد إذن نتحدث اليوم عن نقلة سياسية دولية مهمة كما يطلق عليها كثيرون بعد هذه القمم كيف ممكن أن نشهد على الأرض اختلافا في مكافحة الإرهاب لدى عدة دول مشاركة أصلا في هذه المكافحة السلام عليكم والله يمسيكم بالخير وعليكم السلام نحن نتوقع أن الفترة الماضية أن الاشكاليات التي كانت موجودة في كيفية محاربة الإرهاب والاختلاف بين الدول والآليات الموجودة لدى كل دولة في كيفية القضاء على هذا الوباء الذي أثر في حقيقة في دولنا وفي منطقة الشرق الأوسط نتوقع أنه بإنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب في الرياض أنه سوف تكون الجهود موحدة وسوف تكون الآليات واضحة لدى الدول لمحاولة تنسيق الجهود والقضاء على هذه الآفة آن الأوان الآن لجميع الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع أنه يركز على هذا المركز ويتخذ من الخبراء والمعطيات والمعلومات المتوفرة لديه بما يضمن أنه ينجح في هذه المعركة هذه معركة خضناها مع الأسف من عشر سنوات تقريباً وما وفقت الدول العربية والإسلامية في القضاء على الإرهاب وجدنا الإرهاب زاد شراسة وأتت منظمات من كل حدب وصوب كلها مع الأسفة الشديدة أنها تلبس قميص عثمان لكن وجدنا شرورها وأذاها للعالم الإسلامي والمسلمي كيف سيغير هذا المركز؟ تفضل فخامة الرئيس الأمريكي ترامب وشخص الموضوع عندما تكلم وقال 95% من ضحايا الإرهاب وضحايا المجموعات الإرهابية هم المسلمون طبعاً وهذا ما يؤكد بأن كل ما تدعيه هو الذي يقود هذه المعركة بمساعدة الحلفاء والأصدقاء للقضاء على هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدد النهضة التلموية يهدد الدول ويحاول أن يسحبها لتكون دول فاشلة أنا أقول على هذا المركز بالشيء الكثير وأن سوف يكون هناك تعاون بين مراكز إنشاءتها كأربية السعودية في العالم الغربي لمحاربة التطرف والإرهاب نعم دكتور حمدان أنا أعطى ذرسيات العقيد تسمعوني صحيح؟ إيه أسمعكم ما أدرس بالنسبة لهذا المركز لو أمكن أن نفند كيف سيغير وآلية التطبيق يعني نتحدث عن تغيير على المدى القريب لأنه لا نتحدث عن عدم مكافحة الإرهاب خاصة بأنه التعاون مع السعودية هي الدولة الثانية بالتحالف الدولي ضد داعش يعني اللي هو من التنظيمات على رأس الإرهاب اليوم نحن وجدنا بالتجربة الماضية والتجربة السابقة أن العالم كله لم ينجح وليس فقط المملكة العربية السعودية فالقضاء على الإرهاب صحيح نحن كافحنا الإرهاب نحن حاولنا أن نجفف منابع الإرهاب نحن فضحنا الإرهاب وعرينا كل من يدعم ويساند الإرهاب لكن ما هي الآلية المثلة للقضاء على الإرهاب؟ هذا يتم عن طريق وضع كل شيء على الطاولة أين تكمن قوة المنظمات الإرهابية والمتطرفة؟ وكيف تتوغل داخل الدول؟ هذه لا يمكن أن نفندها في لقات تلفزوني لكن كل المعطيات وكل نقاط القوة ونقاط الضعف لهذه المجموعات معروفة لدى صنع القرار ومن يتابع هذا الملف الشيء الإيجابي والجميل في هذه اللحظة هو جميع كل جهود العالم الآن أصبحت في مركز واحد أصبحت الداتا كلها لدى جهة واحدة وسوف تتقاسم وتتشارك مع الدول الأخرى وسوف تعقد مؤتمرات أو اجتماعات دولية تقليمية تقليل ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لمعرفة أين وصلنا في المعركة سيادة العقيد كما يوصف اليوم ما يحدث بأن هذه القمم الثلاث السعودية الأمريكية الخليجية الأمريكية والعربية الإسلامية الأمريكية سيكون لها ما بعدها إن كان على مستوى المنطقة أو العالم أنا لا شك نقلة نوعية وانعطافة تاريخية في التعامل مع الدول العربية والإسلامية والغرب وإذا أتكلم عغب نقصد الولايات المتحدة الأمريكية دائما منطقتنا تعاني من التهميش ومن النظرة الغير مبررة أننا لم نقم بما يكفي لمحاربة الإرهاب وتطوير هذه الدول ما سمعناها اليوم اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العيز صرح بما لا يدع مجالا للشك بأنه طفح بين الكيل نحن نعلم السبب نحن أقنعنا ولاية المتحدة الأمريكية وأقنعنا العالم المتحضر أن الداء والإشكالية الكبيرة هي لدى إيران إيران مع الأسف الشديد هي من تسوق نصرة القدس وهي من تسوق الالتفاف مع الضعفة وهي تفتك بالدول العربية والإسلامية ونحن كنا في غفلة ذهبت سوريا وذهب العراق وذهب لبنان وأوشك اليمن أن يذهب الآن إيران ليس أمامها إلا أن ترتدع وأن ترجع إلى الوراء وإلا سوف تطوق وتعزل وتغزى في دارها وتوجه الإرهاب إلى إيران أنا أشكرك جزيلا انتهى وقت نعذرني سيادة العقيد المتقاعد سعيد ذيابي المحل العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة